أرحب بكم من جديد من المتوقع أن يصل إجمال الاستثمار في البنى التحتية والنفطية بدون مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الخمس المقبلة إلى ستمائة مليار دولار وذلك بحسب ما كشف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الشرق الأوسط لهندسة العمليات النفطية عبد المحسن المجنوني هذه الاستثمارات سوف تتركز في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتشمل محطات الماء والكهرباء ومصانع التكرير والمنتجات النفطية وتسعى دول المنطقة إلى خفض التكلفة وزيادة الإنتاج للصناعات البترولية في مصانع ومواقع تصدير النفط واستخراجه بدول مجلس التعاون الخليجي لسيما السعودية التي تسعى إلى إنشاء أربع محطات تكرير بقدرة إنتاج تصل إلى أربعمائة ألف برميل يوميا لأقل المحطات إنتاجا ويبحث منتج النفط في منطقة الخليج عن صناعات ذات قيمة مضافة بدلا من تصديره كنفط خام ضمن استراتيجية جديدة تعتمد على الصناعات النفطية وتصدير المنتجات بدلا من النفط الخام لما له من قيمة مضافة تساهم في خفض البطالة واستقدام التكنولوجيا إلى المنطقة أتابع ذلك معي هنا في الأستوديو المحلل النفطي السيد أيمن سيف دعني أرحب وجودك معنا في هذا البرنامج دعنا نتحدث بدءا عن هذا المبلغ يتحدث عن ستمائة مليار دولار في السنوات الخمسة المقبلة في مجال الاستثمار في النفط ومدخلاته وتطويره إلى ما ذلك هل برأيك هذا الرقم من الممكن أن يكون دقيق أو أقرب ربما إلى الواقع هو طبعا ما صدر حتى الآن عن جهات رسمية في الدول التي ستقوم بهذه الإنجازات الاقتصادية أو المشاريع المستقبلية هو صدر عن المؤتمر بشكل عام يعني قد يكون فيه نوع من المبالغة والتقدير لأن الرقم بحد ذاته ستمائة مليار هو رقم ضخم جدا إذا تكلمنا عن ثلاث دول فقط بحدها أن الستمائة هي مخصصة لثاف دول السعودية الإمارات وقطر فإنتاجها مجموعة إنتاجها النفطي هذه الثلاث دول بحدود 12 مليون برميل يوميا على أسعار اليوم بحدود 90 إلى 100 أنت تتحدث عن 6 مليار برميل إذا قسمت 600 مليار دولار على 100 دولار سعر البرميل الحالي بالتالي أنت تتحدث عن 6 مليارات وهذا يعتبر زمن طويل يستهلك من سوف يذهب من قيمة الإنتاج أو من الإنتاج النفطي في هذه المشاريع حسب الذي ذكره التقرير أنه مخصص لها 5 زمن لها 5 سنوات فتتحدث يمكن عن كامل الإنتاج سوف لن يغطي هذه القيمة بالتحديد أعتقد يجب من تفاصيل أكثر عن هذه حتى يتم على كل سيد سيفي حتى يصدر التقرير الرسمي بهذا المبلغ أو غيره ولكن قياسا على مستوى الإنفاق على النفط وإحداث قيمة مضافة في النفط الآن كيف ترحظ ذلك؟ هل يسير بوتيرة ربما جيدة في تقديرك؟ ربما في السابق في المملكة العربية السعودية في السبينات في الثمانية تم تأسيس بنية أساسية للصناعات لكن هذه لم تتطور بشكل والدليل أنه لا زالت هناك حاجة إلى مصافي للتكرير للاستهلاك المحلي إذا نظرت إلى دول منتجة بشكل عام بشكل خصوص في منطقة الخليج أنت تعلم أن هناك استيراد للمشتقات لا يوجد اكتفاء ذاتي لنفس المشتقات من بترول من بنزين من ديزل من كذا فالإنتاج من المصافي لا يكفي بمعنى أن البنية التحتية لم تكن كافية ما هو موجود حتى الآن لا يكفي الاستهلاك المحلي ومعنى أنه لا زال بحاجة إلى تطوير أكثر وتطوير أكبر من الحجم الحالي الموجود عليه نعم أنا أريد أن أسهل سؤال حقيقة أحيانا أسأله لنفسي فيما يتعلق بالمشتقات البترولية بعض الاقتصادين يقولوا بأن استيرادها من الخارج ربما هو أقل كلفة في المرحلة الحالية من الدخول في هكذا صناعة يعني ما الذي يعيق مثل هذه الصناعات المال أحيانا متوفرة أنت تعلم أن إيرادات النفط تخفز إلى أرقام كبيرة وبالتالي الإيرادات إلى حد كبير متوفرة هل هي غياب رؤية مثلا؟ لا يمكن في عوامل كثيرة منها التكنولوجيا ليست متاحة باليد هي بحاجة إلى استقدام التكنولوجيا لأنه مع الأسف خلال 50 أو 70 سنة من عمر إنتاج النفط في المنطقة لم يتم بالتوازي معه تطوير كفاءات إنتاجية من ناحية المعدات من ناحية التكنولوجيا لا زالت قاسرة لا بد من استقدامها من المناطق الأخرى مثل أمريكا ومثل أوروبا وبالتالي فإن صناعة التكرير إذا نظرت إلى صناعة التكرير هي بحاجة إلى استيراد الكثير من المعدات والاستقدام الكثير من التكنولوجيا وربما من الخبرات أيضا هذه ليست متوفرة وعملية إنشاءها لا تتم بسرعة تستغرق وقت عدة سنوات وربما تحتاج إلى جيل أو نصف جيل حتى يتم التأسيس لصناعة من التكرير تكون كافية لا تنسى الفترة الماضية العشر سنوات الأخيرة التغيرات التي حصلت في الاستهلاك العالمي والتغيرات التي حصلت في أسعار النفط لم تكن في الحسبان أو لم تكن متوقعة وبالتالي ما ذكرته كان ينطبق فعلا صحيح على ما سبق من الفترة الماضية أنه عملية الاستيراد من المشتقات ربما تكون أجدى اقتصاديا لكن نظر البعيد المدى لا بد من الاكتفاء ذاتيا على الأقل الآن في بعض الدول النفطية أصبحت تستهلك تقريبا نصف إنتاجها أو ربع إنتاجها في السعودية تحديدا متوقع خلال السنوات القادمة أن يرتفع الاستهلاك المحلي بما يوازي 3 إلى 4 مليون برميل يوميا من الإنتاج في الاستهلاك المحلي فقط إذن أنت بحاجة لوجود صناعة التكرير لوجود صناعات القيم المضافة التي ذكرت بعيدا عن المشتقات البترولية الماء والكهرباء يبقيان تحدي كبير في الخليج أو في العالم من حولنا وهنا بشكل أكثر لشح الموارد وبالتالي تحتاج إلى موارد طاقة كبيرة هل برأيك التفكير الاستراتيجي يكمن في التوجه نحو طاقات بديلة وطاقات أخرى أم أن النفط من الممكن إذا تم تفعيله بشكل صحيح أن يؤدي المهمة طبعا نحن حديثين عهد في الطاقات البديلة إذا نظرت إلى الطاقة النووية الطاقة الرياح الطاقة الشمسية الطاقات الأخرى وكما ذكر التقارير وربما ذكر ضيفك سابقا أن لا زال الاعتماد العالمي عليها ليس أساسيا ربما لعدم توفرها بالنسبة للطاقة النووية هناك شقين منها باختصار في المفاعلات النووية كلها تخضع ضمن توليد الطاقة بما يعرف الطاقة السلمية لكن هناك شق منها تكون اعتماد ذاتي على إنتاج الوقود النووي وهي ما تسمى لتستخدم البلوتونيوم الشق الآخر هو يستخدم اليورانيوم المخصب وهو بحاجة إلى الاستراد باستمرار من الخارج فهناك مشكلة في عملية تأمين المصدر وهناك مشكلة أيضا في التخلص منه الشق الأول أو النوع الأول الصنف الأول البلوتونيوم لا هي تعتبر من النوع المفرخة التي تستطيع أن تولد الوقود باستمرار لكن هناك خطر منها حذر على استخدامها من ناحية أنها يمكن أن تستخدم للأغراض العسكرية من إذا نظرت إلى الخطورة البيئية بالنسبة للصنفين الصنف الأول اللي هو البلوتونيوم أقل خطرا لأنه عند حدوث حرارة أو ارتفاع حرارة ينكمش على نفسه وبالتالي ليس هناك خطر أو خطر إشعاء القسم الثاني لا عند حدوث أي انهيار أو انخفاض في التبريد يقوم بإصدار بعض الإشعاعات وهما يحدث الآن في مفاعلات اليابانية وما حدث سابقا في المفاعلة شرنوبل الأوروبي وبالتالي هناك حضر أو حساسية عالمية للاستخدام الشق الأول إذا استطاعت المنطقة لكن هناك محاذير أيضا عملية استخدام هذه النوع من التكنولوجيا ومن الطاقة بحاجة إلى بنية أساسية من الكوادر البشرية ومن العلماء وهذا لا يتأتى في يوم أو يومين هذا بحاجة إلى جيل كبير من العلماء والخبراء الذين يستطيعون إدارة هذه المشاريع المحلل النفطي سيد أيمن سيف أنا أشكر بك معنا في هذا البرنامج شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا أكد فاروق الزنكي الرئيس تنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية على أن المؤسسة تتبنى خططا طويلة الأمد لذلك فإن تأثيرات الأزمة المالية لم تكن كبيرة على المؤسسة التي مضت في تنفيذ مشروعاتها لتوسعة القدرة الإنتاجية والتكريرية كما تم التخطيط لها مسبقا وأضاف أن طرح مشروع الوقود البيئي والنصفات الجديدة قد يكون على بداية العام المقبل وقال إن العامل الوحيد المتحكم في الأسعار هو العرض والطلب مؤكدا على أن المخزون الاستراتيجي للنفط بدأ يقل وهو ما يساعد على ارتفاع الأسعار لذلك لا يرى داعيا لدعوات خفض الإنتاج نظرا للمستويات العادلة الحالية وهي المستويات التي تسمح بالنمو الاقتصادي على مستوى العالم أنا أعتقد الأسعار الحالية هي مناسبة هناك توازن بين الطلب والإمدادات وكذلك المخزون بدأ يقل شوية فهذا يعزز الأسعار وأنا أرى في الوقت الحاضر لا يوجد داعي أن يقل الإنتاج بحيث يتحكم بالأسعار أنا أعتقد المستوى هذا وكذلك يشجع بالشركات لاستكشاف والإنتاج للاستثمار لإيجاد نفط وغاز أو بناء قدرة إنتاجية أعلى وماذا تتوقعون طبعا مثل هذا؟ والله من الصعب من التحديد بس نحن متفائلين وأنا أتمنى إن شاء الله قبل نهاية العام يكون عندنا قرار لأنه عندنا شغل كثير استعداد لطرح المناقصة وتأهيل الشركات فأنا أتمنى إن شاء الله حتى قبل نهاية السنة أساس يكون إن شاء الله في بداية السنة أو على الأقل بداية السنة الجديدة يكون عندنا مناقصة جاهزة للطرح أنا أتمنى إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع من النفط والطاقة ننتظر اختراحاتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج oil at cnbcarabia.com كما يمكنكم ولمعلومات أوفى عن أسواق المال وآخر أخبار الاقتصاد والأعمال زيارة موقعنا cnbcarabia.com أشكروا طيبة المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر